أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الصف الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير درسنا اليوم في مادة العلوم بعنوان دورات العناصر في الطبيعة أبناء الأعزاء يوجد في الطبيعة ما يفوق المئة عنصر وتستخدم الكائنات الحية حوالي أربعين عنصرا منها لاستمرار حياتها وتحتاج الأحياء لبعض هذه العناصر بكميات كبيرة ولبعضها الآخر بكميات صغيرة ومن العناصر التي تحتاجها الكائنات الحية بكميات كبيرة الأكسجين والكربون والآزوت أو النتروجين تنتقل العناصر من البيئة إلى الكائنات الحية ثم تعود إلى البيئة على شكل دورة تتضمن مجموعة من العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية ولتوضيح ذلك سنتناول في درسنا لهذا اليوم دورات كل من الأكسجين والكربون والآزوت في الطبيعة يوجد الأكسجين في الهواء حيث يشكل 21% من حجمه كما يوجد منحلا في الماء ويوجد أيضا على شكل مركبات داخل أجساب الكائنات الحية وفي التربة إن غاز الأكسجين لا يحترق ولكنه يساعد على الاحتراق كما أنه ضروري لجميع الكائنات الحية فهو أساس عملية التنفس داخل الخلايا لتحرير الطاقة المختزنة في المواد الغذائية واللازمة للقيام بالوظائف الحيوية تنتج النباتات غاز الأكسجين بعملية التركيب الضوئي وإن كمية ما ينتجه النبات من الأكسجين أكبر بعدة مرات مما يستهلكه في تنفسه يستهلك الأكسجين بعمليات كثيرة منها التنفس والاحتراق فيتحول إلى غاز ثلاء أكسيد الكربون الذي تمتصه النباتات بعملية التركيب الضوئي لتطلق في الطبيعة غاز الأكسجين من جديد وهذا ما ندعوه دورة الأكسجين في الطبيعة يوجد الكربون في الطبيعة على شكل غاز ثلاء أكسيد الكربون والذي يشكل 0.03% من حجم الهواء كما يوجد هذا الغاز منحلا في الماء ويوجد الكربون أيضا على شكل مركبات عضوية داخل الكائنات الحية على شكل سكريات ودسم وبروتينات وخارجها على شكل نفط أو فحم حجري كما يوجد على شكل ألماس وفحم ألغرافيت الذي يصنع منه لب أقلام الرصاص تمتص النباتات الخضراء غاز ثلاء أكسيد الكربون بعملية التركيب الضوئي منتجة المواد العضوية التي تنتقل عن طريق الأغذية من كائن إلى آخر من المنتجات إلى آكلات الأعشاب إلى آكلات النحو ليعود جزء من هذا الكربون إلى الطبيعة عن طريق التنفس تتحلل المواد العضوية في أجساب الكائنات الميتة وبقاياها بوساطة المفككات من جراثيم وفطريات فينطلق جزء من الكربون الموجود فيها على شكل غاز ثلاء أكسيد الكربون لقد تحولت جثث وبقايا الكائنات الميتة منذ القدم والتي تعرضت للحرارة والضغط إلى نفط وفحم حجري والذين يطلقان باحتراقهما غاز ثلاء أكسيد الكربون إلى الهواء من جديد إذن غاز ثلاء أكسيد الكربون يتم استهلاكه بعملية التركيب الضوئي ويتم إنتاجه بعملية تنفس النباتات والحيوانات وباحتراق الوقود الأحفوري وينتج عن عمليات تحلل المواد العضوية في بقايا الكائنات الحية وفي أجسام الكائنات الميتة يوجد الآزوت في الهواء ويشكل ثمانية وسبعين في المئة من حجمه ويوجد أيضا على شكل مركبات لا عضوية نترات أو نتريت أو نشادر كما يدخل في تركيب البروتينات النباتية والحيوانية على الرغم من وجود الآزوت بكمية كبيرة في الهواء فإن الكائنات الحية لا تستطيع الانتفاع به وإنما تستفيد من المركبات الآزوتية وتسمى عملية تحويل الآزوت الجوي إلى مركبات آزوتية قابلة للاستخدام بعملية التثبيت ويتم تثبيت الآزوت الجوي بشكل أساسي عن طريق الجراثيم كما يتم تثبيت كمية قليلة منه عن طريق البرق تستطيع الجراثيم الجذرية عند البقوليات الموجودة في العقد الآزوتية تثبيت الآزوت الجوي وتحويله إلى نترات يستفيد منها النبات تمتص النباتات الخضراء النترات من التربة وتبني منها بروتيناتها وتتغذى الحيوانات على النباتات فتحول البروتين النباتي إلى بروتين حيواني تقوم بعض الجراثيم في التربة بتحرير الآزوت من مركباته وإعادته إلى الهواء من جديد أبناء الأعزاء أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قدمت لكم أشكركم على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر